طريق التحضير فطر الشانتريل اللي هو الفيفرلينغي بالألماني طبعا أول شي نقوم بها هو تنظيفه فطر الشانتريل بحاجة للتنظيف طبعا أنا أفضل استخدام قطعة قماش مبللة قليلا بالماء وأقوم بمسح كل قطعة من فطر الشانتريل بشكل خفيف من دون الضغط عليه كي لا أتلفه لأنه طري جدا هذا النوع من الفطر فقير جدا في السعرات الحرارية حيث 100 غرام منه يوجد فقط 11 سعر حراري و0.5 غرام من الدهون و0.2 غرام من الكاربوهيدرات ويحتوي 92% منه على الماء طبعا زيت القلي خاص زيت الزيتون خاص بالقلي وأضيف إليه بعض من البصل المفروم وأضيف إليه درسين من الثوم المقطع طبعا القلي بزيت الزيتون الخاص بالقلي يعني يعطيه نكهة ومفيد طبعا مثل ما حكينا هو لأنه فقير بالسعرات الحرارية جدا مفيد للذين يريدون يعني تنزيل وزنهم ثم أضيف إليه بعض من الزعتر الزعتر الخاص وأخلطهم الزعتر يعني بضيف إليه نكهة طيبة أخلطهم مع بعض يعني هو الطهي كله يعني بيستارك خمس دقائق فقط وبالأخير بضيف شوي من الملح وشوي من الفلفل الأسود والطبخة يعني مثل ما حكينا بعد خمس دقائق بتكون جاهزة